موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام في كل مكان وحلقة جديدة برنامجنا مع الناس سنبدأ حلقة الليلة بواحد من الأخبار المهمة جدا والمرتبط بقناة مصر قرآن كريم اللي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في شهر إبريل عام 2021 هذه القناة هي خاصة بالقرآن الكريم فقط وتعرض على مدار 24 ساعة قراءات مرتلة ومجودة لقراء مصر الأظام واللي وصل عددهم على الشاشة إلى 47 قارئ حيث أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تطبيق راديو مصر قرآن كريم وتم تطويره وهو الآن موجود على متجر أبل ومتجر جوجل بعد تطويره وبيعمل الآن بكفاءة عالية جدا خاصة وإنه الحقيقة بيشغل مساحة صغيرة وأداءه سريع لأنه شامل الحقيقة هذا التطوير اللي أمد بالشركة تم النقاط أساسية تطبيق راديو مصر قرآن كريم بيتيح الاستماع للبث المباشر لقناة مصر قرآن كريم وده بيتطلب طبعا تواصل مع الإنترنت كمان تطبيق راديو مصر قرآن كريم بيتيح مكتبة القراء من خلال نافذة استمع للقراء تشتمل على تسع مصاحف مرتلة ومجودة بأصوات أهم القراء وهم الشيخ محمود خليل الحصري مرتل ومجود الشيخ أحمد محمد عامر مرتل الشيخ عبد الباصط عبد الصمد مرتل ومجود الشيخ محمد صديق المنشاوي مرتل مرتل أيضا والشيخ محمود علي البنة مرتل والشيخ محمود الخشط مرتل وكمان الشيخ محمود حسين منصور مرتل والشيخ مصطفى إسماعيل مرتل ومجود الشيخ أحمد الرزيقي مرتل وجاري رفع بقية المصاحف المرتلة والمجودة ليصل عدد القراء إلى 47 قارئ يتلون القرآن الكريم مرتلا ومجودا كمان تطبيق راديو مصر قرآن كريم بيتيح معرفة موقيت الصلاة ورفع الآذان حسب التوقيت المحلي الذي يوجد به المستخدم داخل جمهورية مصر العربية وكمان خارج مصر بس المفروض يكون المستخدم متصل زي ما قلنا بالإنترنت لمعرفة المكان أو المدينة اللي بيتواجد بها حتى يظهر له وقت الصلاة كمان تطبيق راديو مصر قرآن كريم بيعرف الناس اتجاه القبلة بأكثر من شكل حيث يختار المستخدم شكل الذي يفضل التطوير أيضا شمل إضافة أجزاء لبعض القراء حتى يكون له مصحف كامل بصوته التطوير كمان شمل إضافة خاصية تثبيت القارئ كما شمل تغيير شكل عرض القارئ بحيث يختار المستخدم الاستماع إلى القارئ وهو يرتل أو يجود يعني المرتل أو المجود كما يجتمل التطبيق على الأذكار وبعض الأدعية المهمة مثلا عند الأكل عند الشرب وعند النوم وعند الاستيقاظ وبعض الأمور المتعلقة بالحج والعمرة أيضا التطوير شمل كذلك تحسين أداء التطبيق من حيث المساحة والسرعة عمل كبير وعظيم نحيي القائمين على قناة مصر قرآن كريم والشركة المتحدة اللي بذلت جهد كبير جدا وأولد هذا الموضوع عناية ليتوفر خدمة عظيمة فعلا لدى كل إنسان يود أن تكون لديه هذه المكتبة وهذا التطبيق المهم اللي بيضعنا الحقيقة فعلا في دولة التلاوة مع الكبار من قراء مصر هننتقل إلى خبر آخر من وزارة التموين اللي اعلنت عن ضخ كميات كبيرة من الماشية واللحوم في المجمعات الاستهلاكية استعدادا لعيد الأضحاء المبارك حيث تم التعاقد على ما يقرب من 30 ألف رأس من الماشية الحية ستم التوزيع عبر عدة منافذ منها 1350 مجمع استهلاكي وستشهد زيادة معدلات الضخ اليومية كل يوم بمعدل 50% عن المعدل الطبيعي وأوضحت الوزارة أنه 30 ألف رأس من الماشية تتنوع ما بين أغنام وأبقار وضاني وإنه يتم طرح كيلو لحم الكندوز الصغير الطازج بسعر 285 جنيه و335 جنيه للبلدي الطازجة كذلك الضاني المجمد بسعر 335 جنيه للكيلو ويصل سعر الضاني البلدي 360 جنيه للكيلو أوضحت الوزارة كمان أنه يتم طرح كيلو اللحم الهندي بسعر 220 جنيه ويتم ضخ كميات كبيرة بنحو ألف طن إضافة إلى 3000 طن من الدواجن بسعر 135 جنيه للكيلو الواحد جدير بالذكر أيضا أنه مدريات التموين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بتسير حملات رقابية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لضبط أي مخالفات في الأسواق والتأكد من وصول كافة السلع للمواطنين دون حدوث أي عمليات احتكار طيب على ذكر الأضاحة والاستعداد لعيد الأطحى المبارك كل عام وحضراتكم بخير النهاردة مجلس الوزراء أصدر قرار بأنه تكون فترة الأجازة من يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو الجاري حتى يوم الخميس الموافق 20 يونيو هي أجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزرات والمصالح حكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للموعيد المقررة من قبل السلطة المختصة وده بمناسبة عيد الأطحى المبارك كل عام وحضراتكم جميعا بخير وصحة وسعادة ونسأل الله أن يديم علينا هذه الأيام المباركة ويعدها دائما بالخير واليومي والبركات هنطلع فاصل مشاهدين الكرام وهنرجع مع حضراتكم نستقبل ضفنة علمنا الجليل فاضلة الدكتور محمد أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية وحوار مهم عن عشر ذي الحجة أو عن العشر من ذي الحجة التي نعيشها أو نحياها في هذا التوقيت انتظرونا رجعنا لحضراتكم مرة تانية مشاهدين الكرام كل عام وحضراتكم بخير وصحة وسعادة بنعيش أيام طيبة مباركة لا شك كلها خير وبركة وفضل من المولى عز وجل هي أيام العشر الأول من شهر الحجة اللي قال عنها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلامه عليه ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر إلى آخر الحديث العمل الصالح هنا بيشمل حاجات كتيرة جدا مش بس صيام ولا صدقة كمان أوجه الخير والأعمال الصالحة لا تعد ولا تحصل طيب حول فضل العشر الأوائل من شهر الحجة وكيف نحسن استثمار ما تبقى منها في عمل الخيرات والصالحات بيدور حديثنا في حلقة الليلة وبرنامجنا مع الناس مع ضيفنا وعليمنا الجليل فضيلة الدكتور محمد أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو المجلس الأعلى للطرق الصفية الذي أرحب بفضلاته في البداية أهلا وسلم وعلينا برحب بفضلتك دكتور محمد أهلا بك كل عام وأنتم بخير وعلى صحة السلام وأستاذ المشاهدين الكرام ربنا عزي فضلتك تأذنني في البداية أسأل فضلتك دكتور محمد عن أهمية تجديد النية والعزم على أداء العمل الصالح والطيبات في العشر الأول من زي الحجة بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على سيدنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم السلام في البداية أهن شعب مصر بهذه الأيام المباركة أيام العشر أول من زي الحجة وهي أفضل عشرة أيام في العام على الإطلاق يعني هي أفضل عشر بنص القرآن الكريم والفجر وليالي عشر فجميع أهل التفسير وعلماء التفسير أكدوا على أن العشر التي أقسم الله بها هي العشر الأول من زي الحجة فهي أفضل عشرة أيام في السنة وهي أفضل من العشر الأواخر من شهر رمضان يا سلام عشان الناس يعني تعرف قيمة هذه الأيام والعمل فيها وتعمل وتجد وتجتهد في هذه الأيام المباركة طيب وفضلها دكتور محمد إذا كانت هي الأفضل في العام يعني نعم فبتأكيد فضلها كبير يعني طبعا وهو إحنا عندنا الله مصال على سيدنا محمد أول حاجة النية اللي سيادتك تفضلت بالسؤال عنها أهمي التجديد النية لعمل الصالحات والعمل الطيب يعني النية أساسا مطلوبة جدا في الإسلام وهي تمثل ركن كبير في العبادة وهي شرط في العبادة لابد من النية ولذلك نجد أن حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء منوى أغلب علماء الحديث صدروا بي مؤلفاتهم ليؤكدوا للناس أهمية النية ولذلك قال العلماء إن هذا الحديث يمثل سلسة الإسلام يا سلم لا أعماله بالنيات لا لأن السلم إما لابد فيه من نية أو السنة والبدعة من أحداثها في أمرينا ما ليس منه فهو رد لو الحديث تعلق بالسنة والبدعة وحديث الحلال وبين والحرام وبين قالوا الثلاثة حديث ذول يدور حولهم الإسلام كله النية والسنة والبدعة والحلال وبين والحرام وبين وبعضهم أضاف حديث في السلوك وحسن الأخلاق من حسن إسلام المرء قالوا الأربعة حديث ذول أي شيء في الإسلام تجده يعود إلى حديث من هؤلاء ولأن النية بيتوقف عليها العمل قبول العمل يعني إنما لكل مرئ ما نوى فأن العمل لا تقبل إلا بنية ولذلك مهم جدا إن إحنا ننوي مش شرط التلفز يعني نجد خلافا بين العلماء فيه هل يتلفز بالنية ولا ليس شرطا أن يتلفز ولكن أنا بأرى بردك أن التلفز بالنية بيحضر الإنسان عندما أجي أصلي أو نوية أصلي الظهر أربع ركعات خلاص حضر أمامي أن الظهر أربع ركعات نوية أصلي سنة الظهر يبقى بيصلي سنة يعني التلفز يجعل الإنسان في حضور مع النية يعني أفضل لكن إذا لما يتلفز بها الإنسان فلا شايفا النية ما حلوها القلب فالنية مهمة جدا للأعمال والنية تجعل بعض العادات والمباحات أعمالا بمعنى الأكل والشرب عادة ومباح والنوم والتريض إذا قرنت هذا بنية إن أنا بأكل واشرب وبعمل رياضة وبعمل عشان أبو راجل مسلم قوي جاهز في خدمة إخواني في خدمة المجتمع فيه يبقى أخار لبلدي تكسب بطولات وعمل رياضة وعشان بل ورفع نعم ورفع أعلم بلدي في البحافل الرياضية والدولية يبقى رغم أنها عادة ومباحة إذا قرنتها بنية يا سلام تثاب علي تثاب عليها يثاب عليها الإنسان فلذلك ودائما حتى أنا يعني أوصي أحبابي أقول لهم عندما تدخل أي مسجد ونويته سنة الاعتكاف إن شاء الله عشر دقائق طول ما أنت قاعد في المسجد أنت في عبادة حتى انتظارك إلا الصلاة عبادة لو جلست شوية صلاة بعض الصلاة كله فأنت كسبت سواب الصلاة وسواب العبادة وسواب سنة الاعتكاف إلى أن تخرج فالنية تحول كثير من الأشياء إلى عبادة وتجعل الإنسان في يعني فلن نجدد النية يعني في هذه الأيام العشر في هذه الأيام لقد أن نجدد النية وتجديد النية لا يأتي إلا بعد توبة واستغفار يا سلام إن الإنسان لابد يقدم توبة واستغفار لله سبحانه وتعالى على ما قدمه أو على ما سبق قد يقول إنسان أنا يعني الحمد لله بصوم وصلي وأقوم فليس عليها زنوب أو ليس يوجد ما أتوب عليه فكان سيدنا رسول صلى الله عليه يستغفر ربينا ويتوب إليه في اليوم أكثر من ما أتمر يعني منهج سيدنا الرسول الله أنه كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر وهو المعصوم وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم وبالتالي هل يمكن القول أن التوبة في العشر الأول من زي الحجة أفضل من غيرها طبعا التوبة مطلوبة من الإنسان لكن أنا عشان أقبل على عبادة أو على طاعة لابد من التوبة لابد من التوبة عشان أقبل علشان خاطر أكون مقبل وأنا إلا من تبع وعمل أفضل فأقول لك يبدو الله سيأتيم تبنى إلى الله أن نقول التوبة ونطلوبة ونجعل كل الحاضرين صحيح يقولونها لكي لا يكون في مجلس العقد أحد عليه اسم أو زم فيكون العقد عقد مباركا يا صلى الله عليه وسلم والتوبة دي حضرتك يعني أنا قرأت زمان أن أحد الصالحين جزع عند الموت فتعجب الناس كيف تجزع وتخاف من الموت وأنت من الصالحين وأنت من العباد وأنت من الصالحين فقال أخاف زنبا لم يكن مني ببال وهو عند الله كبير إن الإنسان مش شرط أن أنا بصلي وبصوم ما أنا ممكن يأتيني صديق أو عزيز أو إنسان له طلب أو له حاجة فيطلب مني أن أتوسط له عند فلان لأقضي له حاجته فأتوسط له وتقضى له الحاجة فأنا أظن أنني فعلت فعلا خيرا وعملا طيبا عظيم لكن قد يكون في قضاء الحاجة لهذا الشخص أنني منعت إنسان آخر كان أحق بها منه فهذه هي الزنوب التي لا نعلمها صحيح خدت حق أحد خدت حق أحد آخر وأنا لا أعلم يعني هو جاءني متوسطا فتبسطت إليه وقد يكون هناك للآخر له حق أو لا وأنا أخذت هذا الحق فأنا أظن أنني قدمت خيرا وفي الحقيقة أنني أسأت إلى إنسان آخر أو ظلمت آخر بدون أن أدري نعم فمن هذا نقول إن إنسان عندما يتوب أو يستغفر لأنه لا يعرف الزنوب التي يقع فيها أو التي وقع فيها وبالتالي يمكن القول إنه ما يقدم عليه الإنسان من طاعات ومن عمل صالح في الأيام العشر الأول من ذي الحجة أجروها أو ثبها مضاعف فضلت الدكتور محمد وأعتقد في حديث الحديث سيدنا رسول ما من عمل فيها أحب الله من هذه الأيام قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بأحد الرجل خرج بنفسه في سبيل الله هو جميع أمواله ولم يعلم نفسه ولم يقدم نفسه وماله لله هذا هو الحاجة الأفضل من العمل في هذه الأيام المباركة اللي هي الأيام زي الحجة وأنا دايماً بقول يعني لإخواننا اللي ربنا ما كتب لهمش الحج إن إحنا نتشبه بالحاجيج في هذه الأيام يعني نتشبه بهم ماذا يفعلون الحاجيج يطوفون بالبيت فنحن نطوف حول الله والطواف هنا يعني إن إحنا نلتزم وتتمسك بالله ونبتعد عن المعاصي الحديث ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في أرضه محارم فنبتعد عن المحارم في هذه الأيام نبتعد عن الزنوب نقبل على الله نكسر من الزكر فهي أيام زكر وعبادة والآيات كثيرة في هذا يعني فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله يعني ممكن إنسان الذي لم يكتب له الحاج يعيش هذه الأيام العشرة بتقوس وأداء طيبات وصالحات كأنه حاج في الأراضي المقدسة ولكنه يعيش بيننا يعني فاضلتك تدلنا طريقة أو رشدة يعني لو صحي تعبير بعد الفاصل دكتور محمد لأنه موضوع مهم الناس الحقيقة تتوق إلى بيت الله الحرام فكثير مننا بالطبع لم يكتب له الحاج ما الذي نفعله هنا لنبقى على هذا الأجر ابقى معنا مشاهدين الكرام رجعنا لحضراتكم مشاهدين الكرام مرة تانية في هذه الحلقة برحب حضراتكم مجدداً وبضيفي الكريم عليمنا الجليل فاضلة الدكتور محمد أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق وأوضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية كنت بسأل فاضلتك مولانا قبل الفاصل عن كيفية غير الحاج أن يحيى هذه الأيام المباركة العرش الأول من هذه الحجة وكأنه في الأراضي المقدسة نعمل إيه عشان ننال الأجر العظيم والثوار أولاً نشوف الخطوات التي يبدأها الحاج يبدأ الحاج بالإحرام والإحرام هو الخروج من زينة الدنيا والإخبال على الله بملابس الكل يلبسها والكل يتساوى فيها فتذب الفوارق ولا فرق بين غني ولا فقير ولا أبيض ولا أسود الكل فيه هنا مسواة حقيقية في الحج نشهدها فالإنسان لابد أن يتجرب من الدنيا لأن الإحرام ده هو التجرد من ملزات الحياة الدنيا والأمور الكمالية والرفاهية وما غير ذلك فالإنسان في هذه الأيام يتجرد يعني يبقى فيه تجرد من الدنيا لأنه يعلم أنه عندما يقبل على الله لا ينفعه إلا العمل الصالح ما فيش واحد فينا بيأخذ فيلا معاه ما فيش واحد بيأخذ أصر ما فيش واحد بيأخذ عربية ما فيش واحد بيأخذ رصيد في البنك عندما تقبل على الله لا حتى أقرب الناس إليك يذهبوا بك ويعودون ويتركوك وحيدا لا ينفعك إلا العمل الصالح هكذا الإحرام الإحرام أنك أنت بتقبل على الله عارف أنه ما فيش حاجة ستنفعك إلا العمل الصالح فاحنا في هذه الايام نتذكر هذا المشهد جيدا ان احنا لما بنقبل على ربنا ما بنقبلش بملابسنا ولا بنقبل بزينتنا ولكن نقبل بقلوبنا وبالعمل الصالح الذي نعمله ايضا كل هذه الايام الحقيق ايامهم ذكر وعبادة وطواف وسعي وتهليل وتكبير وتحميد نفعل ذلك ايضا في هذه الايام في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فاكسروا من التهليل والتكبير والتحميد في هذه الايام فعلينا ان نكسر هما هناك بيكبروا احنا هنا ايضا نكسر فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان تتشبهوا بالرجال فلاحوا فنتشبه بهم ايضا هم ينحرون الهدي ويقدمون الهدي الى الله سبحانه وتعالى احنا نقدم الاضحية احنا نقدم الاضحية هنا هنا وبيدي في حتة الاضحية ديت كان بعض سادتنا العلماء اشار الى ان الانسان لابد يدبح اي شيء فعايزين نفرق بس الناس فهمت خطأا ان الاضحية ممكن ان تكون دجاجة او اوزة او بطة الاضحية لابد ان تكون من الانعام ولكن المعنى ذلك افرض انا لم اجد اضحية ولم اجد ما اضحي به من الانعام فهذه الايام مطلوبة اي عمل خير فالتقرب الى الله باي شيء من اعمال الخير تزبح اي شيء تقدمه لله ولكنه ليس اضحية ولكنه من اعمال الخير الاضحية لها شروط الاضحية لها شروط فكرة بقى العمل الصالحة او التقرب فيبقى دام عندما قال هؤلاء العلماء عن هذه الفتوى قصدوا العمل الصالح ان هذه من الاعمال الصالحة ان انسان اهتقر وليست اضحية عشان ننبه الناس لهذا ان الاضحية لابد ان تكون من الانعام اما هذه الاشياء فهي تدخل في باب العمل الصالح ان الانسان يطعم الناس يطعم اولاده يوسع على اولاده يوسع على اهل بيته يعني هذا هو ايضا يعني نتذكر منظر الرجم او مشهد الرجم وهو رجم للشيطان ورجم للمعصية وبعد عن كل ما يقربك الى المعصية لابد انك انت تتذكر هذا انت بترجم الشيطان له لانه هو الذي يقربك الى المعصية فترجمه فعلينا ان يعني نرجم المعصية ونبتعد عنها ونقبل على الله سبحانه لو تذكرنا هذه المشاهد في هذه الايام المباركة كنا يعني على اقدام هؤلاء الحجيين ان شاء الله وفي منزلة ان شاء الله تقرب من منزلتها هذا بالاضافة الى صوم التسع ايام لغير الحاج يعني الناس هنا بتصوموا لنا وبالتالي فضل هذه الايام كبير يعني طبعا ربنا فضل بعض الايام على بعضها وفضل بعض الشهور وفضل بعض الليالي وفضل بعض الاوقات والوقت له ميزة لذلك سيدنا زكريا لما دخل على ستنا مريم فوجد عندها رزقة قال يا مريم وان لك هذا قالت هو من عندنا ان الله يرزقه من يشاء هنا لك دعا زكريا رب في الزمن والمكان يعني في اوقات يستجاب فيها الدعاء ويكون فيها بركة وفي ازمنة ايضا يستجاب فيها الدعاء ويكون فيها بركة فاحنا في هذا الزمان يعني المكان طبعا الكعبة المشرفة ومسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الاماكن على الاطلاق لا يوازيها شيء وبيت المقدس المسجد الاقصى طبعا لكن احنا في الزمان الزمان واحد فعلينا ان نستثمر هذا الزمان في الدعاء والعبادة والابتهال الى الله سبحانه وتعالى والصيام من افضل طبعا القربات الى الله سبحانه وتعالى الصيام وخاصة الصيام في هذه الايام الحارة التي نشهدها يعني فيكون الاجر فيها مضاعف ويبقى الانسان جمع بيصوم وبيصلي ويتوجه قلبه الى الله ونيته خالصة وبيشهد ان لا اله الى الله ونسى يبقى جمع جميع اركان الاسلام الخامسة اذا صام الانسان في هذه الايام مع التقرب الى الله والعبادة بجمع جميع اركان الاسلام انهم بشهد ان لا اله الى الله ونسرنا محمد رسول صلى الله واجهد هذه الايام فيها انفاق فالانسان لابد من الصدقة والانفاق وغيره ويصلي ويصوم ويتوجه بقلبه الى بيت الله والى حجي الحجيك ليفعل مثل فعلهم فهو يعتبر ادى جميع اركان الاسلام على ذكر التكبير والتهليل والتحميل هل في صيغة معينة فضلت دكتور محمد او اوقات معينة لها في التسعة الاول من ذالحجة بالنسبة لغير الحاج يعني لنا هنا واحنا لم نمكن من اداء الفريضة يعني او لم يكتب الله لنا بعد لا الذكر طبعا الالفاظ التي وردت لا اله الا الله افضل حديث الرسول افضل ما قلته انا والنبي قبل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة واقنا عذاب النار لا اله الا الله والله اكبر والحمد لله هذه كلها الصيغة صيغة وردت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرنا بها ليس لها وقت ان نكسر منها قدر الاستطاعة في هذه الايام يعني ليس لها وقت ولكن النسان اذا كان يعمل او اذا كان فالعمل عباده عندما ينتهي من عمله وان كان اذا استطاع انه هو بي اثناء العمل يكسر من ذكر الله ويصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستغفر الله فهذا ايضا يبقى جمع بين الحسنيين جمع بين عبادة العمل وعبادة الزكر وعبادة الطرائل الله صلى الله عليه وسلم تعزلين ناخد بعض الاتصالات الهتفية فضلت الدكتور محمد معنا من الفيوم اختنا الاستاذ عزة تفضلي فهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحياتي للدكتور محمد وكل عام وحضرتكم جماعا بارك خير وحضرتك بالصحب السلام عليكم انا عايزة اسأل بس الدكتور احنا الحمد لله يعني صايمين من اول يوم ذي الحجة والحمد لله يعني بنحاول ان احنا نتكرروا الى الله في الايام المباركة دي بننتهز الفرص بس لما ايجا على غفلة كده اخت تيجي يدمني بحاجة وتقومني كلمة يعني ان انا ما انتهاش واعرف ان هي ظلامتي وكده وانا عايزة اكتنبها الموضوع ده يعني منع للمشاكل او كده يعني بس 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 غضب عني يعني والله وعايز اعرف تفسير الاية ان هي اللي بتقول معيش يا بدام عزة انت مختلفة مع حد ما سمعناش الجزء ده كويس لا هو كده بس ان انا واحدة جات اولتي كلمة انا ما قلتهاش اه احنا قالت علي كلمة ان انا ما قلتهاش يعني انا مزايقة من جوايا ان انا ازاي ان انا بتقرب الى الله في اليومين دون وبننتهز الفرص واحدة تيجي تقول لي ان انا قلت يا حاجة يعني عايز اعرف ان الله لا يحب الظهر بالسوء هنا القول الا من ظلم طيب شكرا جزيل انا حضرتك اهلا يعني هي زعلانة بس مع جارة لها يعني قولتها قول هي بتقول ان هي مقرتوش فهي زعلانة يعني في هذه الايام المبراكة ان ده يحصل فاتصرف ازاي ويعني بتسأل حضرتك اولا انت تحميدي ربنا انك انها قالت عنك شيئا لم تقوليه فهذا يعني تحميدي ربنا انها يعني رفعت درجاتك واعطتك كثير من الحسنات صحيح واضافت اليك كثير من الحسنات اما هي فعليك ان تستغفر ربنا لها وتدعي ربنا ان ربنا يهديها لان كثيرا من الناس يعني يكسرون الكلام والقيلة والقال ويظنون انه لا يؤاخذون على هذا الكلام اهل يكب الناس وعلى وجه في النار اهل حصائد وعنسنتهم يعني دي عادة من العادات السيئة في مجتمعنا يجب ان نتخلص منها اما الواحد يذكر الله او يسمط ان كان يؤمن بالله فليقول خيرا او ليصمط فعلينا ان احنا نحاول ننضرب نفسنا الامر ده مش هيجي مرة واحدة يعني صعب للمعتاد هذا الامر او عادة الكلام المنتشرة في بلادنا ولكن نحاول نتضرب عليها او نتذكر اذا اخطأت اتذكر اقول لها انا ده انا قلت كلمة ما كانش ياجيه اقولها بالمرة اجيه مش هقولها ان انا طيب اتكلمت كلام مالوش معنى ولا وبعدت عن ذكر الله طب ما خلي كلامي ذكر لله احسن يبقى اساب على هذا الكلام انصح غيري وبطريق غير مباشر يعني هتا مش لازم اقوله انت قلت وانت قلت لكن ممكن تقول لها يعني في معرض الكلام او كده ان احنا ما نجيبش ان نذكر حد ولا خلينا مع ربنا احسن بلس ذكر الناس او ان احنا نتكلم عن الناس يعني تبقى نصيحة غير مباشرة حتى الناس تعود الى منهج سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة الاية اللي بتقولنا الله لا يحمل الجهر بسوء هذه الاية بتؤكد ان الانسان اذا كان اذا وقع في معصية والعياذ بالله ولم يره احد فعليه ان يتوب وان يستغفر ربنا ولا يظهر هذا ولا يجاهر بالمعصية في ناس بتتباهى بتتباهى انها تجاهر بالمعصية فربنا سبحانه وتعالى بنبهنا اذا وقعت في خطأ فاستغفر ربنا وتب لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء هل كذا هل كذا يعني وانا رجل لا فعلتها بالليل ثم يصبح وقد سطره الله فيفضح نفسه فيفضح نفسه بالتأكيد فعلى الإنسان أن يبتعد عن هذه الأمور بشهر فضلتك هنطلع فاصل ونرجع مرة تانية لفضلتة الدكتور محمد أبو هاشم ابقوا معنا رجعنا لحضراتكم مشاهدين الكرام بنتكلم عن فضل العشر الأيام الأول من زي الحجة وما الذي يقوم بغير الحج الإنسان اللي بيعيش في مصر أو في أي مكان من العالم ولم يكتب له المولى سبحانه وتعالى الحجة هذا ما هي الأعمال التي يمكن أن تودي يعني إلى أن يكون مثل الحجيج في الثواب والطاعات وعمل الصالحات والتوبة وغير ذلك فضلتك دكتور محمد أبو هاشم تأذن لنا معنا تليفون أخونا الأستاذ إيهاب من الغربية وهنا أستكمل مع فضلتك أسئلتنا أستاذ إيهاب تفضل نهاد مدام نهاد أهلا وسهلا أهلا بحضرتك كل ساحك طيب أنا آسف أنت بألف خير وصحة وسلامة يا رب ربنا يبارك في حضرتك يبارك فيكو يا رب بقول لحضرتك هو عيزة فأل سؤال بالنسبة للأضحية أنا ابني مكم معال أيو مش نتجوز ولا حدا عنشين في إشاء واحدة يعني ينفع طفل أضحية اللي أنا بشتري دا يعني يقسموا بين البندني يعني مثلا هو بستة أزاف ينفع هو ثلاثة ونثلاثة وانا ما ينفع عاطف ينفع أيهما دام نهاد معلشين حكوا الأضحية حكوا الأضحية اللي أنا بشتريه ينفع يعني أشترك فيها أنا أبني حاضر وللازم أنا أدفع واحد السك الوحدي وهو يطفع سك الوحدي حاضر ده سؤال مهم هما أسرع عايشين مع بعض دكتور هي أبنها هي الأضحية طبعا سنة مؤكدة وهي على المستطيع ولكن حاضرتك عندما تعيشوا في أسرة واحدة فالسك الوحدي يكفي عن الأسرة لكن إذا كانت حياتكم مختلفة والإمكانيات يوجد من الإمكانيات ما تستطيع أن تذبحي أنت أو تدفعي سك والابن العزيز يدفع سك فهو زيادة خير ومبرك لكن إذا لم يوجد فالسك الوحدي يغني عن الأسرة ويكفي عن الأسرة عظيم هنروح للدعاء وهو من الأعمال الصريحة خاصة في هذه الأيام كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم عند الله تعالى من الدعاء فضلت الدكتور محمد ندعي إزاي وإيه الصيغة المناسبة أيضا للدعاء ووقت الدعاء نعم سيد الفاضل الدعاء هو يعني السلاح من أسلحة الأمة الإسلامية اللي احنا بمناستخدم نهاش والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إنما تنصرون وترزقون بدعفائكم أي بدعاء الدعفاء يعني النصر والرزق يأتي بدعوة هؤلاء الدعفاء السيدة الكبيرة التي في المنزل الرجل الكبير الذي في المنزل الطفل الصغير المريض الضعيف هذا دعاءه يقبل عند الله ويكون سبب في النصر والرزق للناس وبيّن صلى الله عليه وسلم أيضا قال إن البلاء لا ينزل فيقابله الدعاء فيعتلي جاني إلى يوم القيامة أي أن الدعاء يرفع البلاء ويغير القضاء فعلينا أن نكتهد في هذا الأمر لكن للدعاء شروط أولها أطب مطعمك تستجب الدعوتة فما ينفعش الإنسان يأكل حراب ويدعو أن يستجب له لابد أن يكون مطعمه حلالا وملبسه حلالا ومشربه حلالا ثم يدعو فيستجب له أيضا ما ينفعش الإنسان يدعو بشيء سيء أو بخطيعة رحم أو يدعو على الآخرين لكن الإنسان يدعو لنفسه ولبلده ولأهله ولوطنه ولأسرته ولآله بالخير والبركة ويدعو للآخرين بالهداية إذا كان هناك وناس ظلموا أو ناس تعبدوا يدعو بالهداية يدعو لنفسه إن ربنا ينصره ويرزقه ويستره ويدعو للآخرين بالهداية لا يدعو عليهم أيضا هناك أوقات لستجابة الدعاء دايما عند الأزان وعند الإقامة ودبر كل صلاة يعني في نهاية الأول بتخلص صلاة تدعو دي تكون لها أوقات يستجاب فيها الدعاء وإفطر الصائم وعند الفطار وعند صلاة دعوة عند فطر فأوقات دائما يعني بعد العبادة ما الصيام إيه صايم طول النهار بيجي يفطر أنهى عبادته في اليوم ده فكذلك صلى بعد الصلاة يدعو يعني دائما الدعاء يأتي خلف فالطاعة والعبادة يكون أحرى بالقبول والإجابة لكن في ناس كتير بتقول إن أنا بدعي وما بيستجاب شي دي عشان كده بنحاول لنبههم إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن الدعاء ده على ثلاثة أخصار إما إن الإنسان يدعو ويستجاب له في الحال أيوة وإما إن الإنسان يدعو ويدخر له سواب هذا الدعاء في الآخرة يعني ربنا يعلم أنني في حاجة إلى هذا السواب في الآخرة فيدخر لي في الآخرة فأجد رصيد هذا الدعاء في الآخرة يعني المقصود أن الدعاء لا يضيع ولا يعني يعني ليس له فائدة لا ده له فائدة وينفعك إن لم ينفعك في الدنيا فهو ينفعك في الآخرة وإما أن يكون هناك بلاء قد حينزل بالإنسان فالإنسان عندما يدعو فربنا يرفع بقيمة هذا الدعاء بلاءا كان قد كتب عليك فالإنسان ما يتعجلش أو يقول أننا دعيت لم يستجب له إنت دعيت وستجيب لك ورفعت صحائفك من الحسنات وكسرت من الحسنات ومن سواب الدعاء وربنا رفع عنك من البلاء ما لا تعلمه أنت صحيح وكان مقدرا عليك ببركة هذا الدعاء ربنا رفع عنك هذا البلاء فكثير من الناس يعني يقول ندعو ولم يستجب لنا نقول لهم إنما هو يستجب لكم ولكنها على درجة مراحل وهل يمكن القول أن الدعاء مستجب في العشر الأول من دل حجة طبعا في أيام مباركة هنالك يعني في زمان وفي مكان فهي أيام من الأيام المباركة زي ليلة القدر زي شهر الرمضان المبارك زي العشر الأول يوم الجمعة وليلة الجمعة يوم الأسنين يعني في أيام مباركة فالدعاء فيها يكون أكثر استجابة استجابة وأحرى بالقبول طيب تأذننا فضلتك ناخد تليفون أخونا الأستاذ محمد من الدقاهلية تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا مساء تفضل عليش أني تعبان كده مريض وكشفت كتير ومتحتش فعايز بس دعوة كشيخ محمد عايز يا أستاذ محمد عايز دعوة كشيخ بس حاضر إن شاء الله بنا يكريمك وعافو عنك ويشفيك أستاذ محمد ربنا يشفيك أستاذ محمد إن شاء الله شفاءا لا يغادر صيغة الصلاة الطبية على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلى على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر بقائها وعلى أليه وصعب السلم أكثر من نزيل الصيقة وإن شاء الله ربنا يأتي لك بالشفاء نأذر الله أن يتم شفاء على الأستاذ محمد وعلى كل المرضى ولفضى فوك يا مولانا وبشكرك شكرا جزيلا فضل الدكتور محمد أسعدتنا بهذا اللقاء وفي هذه الحلقة أحنا لسعدنا بالسادتك وبالسادة المشاهدين وبقناة الناس أهلا وسهلا شكرا جزيلا فضل الدكتور محمد أبو هاشم والشكر لكم جزيلا وموصول مشاهدين الكرام كل عام وحضراتكم بخير نحن نعيش في أيام كلها خير وبركة وفرصة عظيمة أن نعود فيها إلى المولى سبحانه وتعالى بكرا إن شاء الله حلقة جديدة وبرنامجنا مع الناس لو كان في العمر بقية قبل هذا الموعد بساعة في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة